كريمة من المغرب تقول إذا نشرت مقطع مثلاً يعني فيه نفع فائدة وأخذه غيري ونشره يعني هل الأجر يكون له أم لي أم نشترك في الأجر أختي كريمة بارك الله فيك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجوري من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيء ولذلك أي إنسان الآن يعلم الناس الخير وينقل الأشياء النافع إليهم فهو ولله الحمد على أجر وكل من نقل عنه أيضاً على أجر ولله الحمد والمن شوفي هذه الأمة المحمدية اللي تعد بمليارين إلا هؤلاء كل أعمالهم في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى بعثه يعني فتح به أعيناً عمياً وآذاناً صمى وقلوباً غلفاً فجعلوا سبب من أسباب هدايتنا فكل مسلم يعمل عمل في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا الصحابة الكرام رضي الله عنهم هذه الكوكب التي اختارها الله واصطفاها لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام كل من خدم القرآن والسنة من الصحابة ونقله للأمة فله أجر كل من عمل بالقرآن والسنة في ميزان حسنات هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ثم العلماء هؤلاء الذين ذهبت أجسادهم وماتوا من قرون طويلة انظر الآن أثرهم إلى الآن يذكرون فيدعى لهم ويشكرون لماذا لأنهم نقلوا هذا الدين ونقلوا هذا الهدى للناس كذلك الإنسان حتى لو كان عميا ما دام أنه نقل نقل صحيح فله الأجر ومن ينقل عنه له الأجر أيضا وهذا الذي نقل عنك أنت تأخذين أجره وأجر من اهتدى على يده ولذلك هذه الهداية للأسف الشديد كثير من الناس يغفل عن مثل هذا الأمر الدلالة على الخير والدلالة على المعروف والدلالة على العمل الصالح أهم شيء أن يتأكد الإنسان من أن هذا ثابت وارد في القرآن أو ثابت في السنة وينشره بين الناس يعني بعض الناس الآن يقول أنا ما أدري حاب يعمل عمل طيب قد يكون عامي قد يكون إنسان ليس له حظ ونصيب من العلم الشرعي هذا الخير الذي ذكرته الآن الأخت كريمة مقاطع طيبة مثلا كم مقطع من المقاطع الطيبة هذه التي يمكن ما تتجاوز دقيقة أصلحت أسرة أو شكت على الانهيار كم مقطع من المقاطع التي ما تتجاوز دقيقتين كنست عقائد فاسدة من الصدور وأزاحتها عن القلوب كم من مقطع لا يتجاوز دقيقة دقيقتين علم أناس السنة وأنقذهم من البدعة ولذلك الإنسان لا بد أن يكون لهم مشاركة على أقل تقدير يدعو للآخرين أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليقة لأشر ترجمة نانسي قنقر